مساء الخير على كل حبيب اللي في قناة عالم النمعات وأهلا وسهلا بالجميع يا رب كده تكونوا بألف خير ولكم قناة عالم النمعات بتعجبك وتنالي عجبك وطبعا أولا أحب أشكر الناس كتير اللي بيسيبوا لي تعلاقات وبيسيبوا لي لايقات حب أقول لهم طبعا ربنا يخليكو يا رب انت كده أكيد بتشجعوني نقدميوك كل جديد على قناة عالم النمعات ويلا بندخل على طول على موضوع الفيديو عشان طبعا مش حاب أن أطول عليكو حقيقة عرض مايك تايسون 10 ملايين دولار لمن يقبل الزواج من ابنته انتشرت العديد من الأقاويل حول عرض مايك تايسون 10 ملايين دولار لمن يوافق على الزواج من ابنته ميكي التي تبلغ من العمر 30 سنة وهي الابن الكبرى لميك تايسون والتي لم تتزوج حتى الآن الخبر انتشر بسرعة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت وانتشر صورها بشكل كبير مع الإعلان عن ذلك العرض وهو ما دفع ميك تايسون لخروج عن صمته مؤكدا أن ذلك العرض مجرد شائعال لا أساس لها من الصحة معتبرا ما نشر إساءة باللغة وأمر مؤذي نفسيا له لأسرته مطالبا باحترام مشاعرهم وعدم نشر أخبار خاطئة من شأنها إلحاق إلحاق الضرر بابنته ميك تايسون هو ملاكم أمريكي لقب الرجل الحديدي حصل على لقب بطل والعالم للوزن التقيل المحترفين في سن 20 سنة وشارك بالتمثيل في أكثر من فيلم سينمائي أبرزهم هانج أوفر وفيلم تايسون وسكراين موف يذكر أن تايسون زار مصر مؤخرا وكان بالتقاط لعديد من الصور أمام الأهرامات طبعا زي ما احنا شفنا كده يا حبابي ميك تايسون طلع أنا ما أقولش الكلام ده خالص وبلاش يعني كتر الشائعات ديت عشان كمان هو ما تلحقش الضرر يعني ليه والأسرته والبنته وكده وورده أكيد يعني أي حد فينا لو تعرض لموقف زي ده أكيد هيحس يعني أنه مأزي نفسيا يعني لأنه كده يعتبر أنه بيعرض بنته للبيع ودي حاجة يعني فيش أي حد يقدر يتحملها شوفك على خير يا رب مع السلام